نطابع في هذا الموضوع ولكن فيما يتعلق بالمحاسبة القانونية بسبب استخدام الأسد لكيماوي مجددا ومجددا من بيروت دكتور سامينادر أستاذ القانون والعلاقات الدولية معنا للحديث عن هذا الموضوع مساء الخير مرة أخرى كيماوي بريف إدلب ماذا ننتظر اليوم إدانات دائما نسمعها ويعود والنظام ويستخدم الكيماوي من جديد ماذا نفهم أعتقد أنه من المستحيل أو من الصعب جدا أن يتم إقرار أي محاسبة قانونية أو أن يحال الملف إلى المحكمة العدل الدولية ولكن ما نشهده اليوم هو حرب مواقف من جهة روسيا تتهم الأمريكيين بخرق الخطوط الحمر أي بتسليح المعارضة بأسلحة صواريخ ضد الطائرات المحمولة على الأكتاف وهذا مخلب الاتفاق الذي عقده الطرفين بينما واشنطن تتهم روسيا أولا باستعمال الكيماوي وثانيا بإخلال بالعقد الموقع بشأن الكيماوي إذن أنها اليوم حرب مواقف أكثر من وضع ملف على مسار قانوني لماذا؟ لأن وضع الملف على المسار القانوني أو إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية التي تحاكم جرائم الحرب هذا يجب على مجلس الأمن أن يتقدم بهذا الطلب ويجب أيضا أن تكون سوريا موقعة على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة والمسألتين غير متوفرتين فالمجلس الأمن يصطدم بالفتو الروسي وربما أيضا بالفتو الصيني وأما بالنسبة إلى سوريا فهي غير موقعة على الاتفاق أو المعاهدة التي أنجئت بموجبها محكمة العدل الدولية إذن ما يجب أن نراه هنا هذا ممكن أن هو مزيد من الضغط الدبلوماسي ولكن هذا لا يمنع أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أحادي بضربة عسكرية كما فعلت في أبريل من العام الماضي وذلك من أجل ردع النظام استعمال الأسلحة الكيموية لسيما أن تقارير حديثة نشرت تؤكد استعمال هذا السلاح وتؤكد أيضا استعمال نوع جديد من السلاح ما يحدث الآن وهذا الاستمرار في استخدام الكيموي وهذه المواقف المختلفة التي تفرد نفسها في نهاية المطاف على الأرض مواقف روسيا والولايات المتحدة وما إلا ذلك هل ستعرق القانون فيما يتعلق بملف كماوي الأسد؟ أعتقد نعم هذه الحرب تبادل الاتهامات يعرق الانتظام عمل مجلس الأمن لا سيما إحالت هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية إلا إذا قامت بشكل هامشي مؤسسات غير حكومية بتشكيل ملف نعم بتحضير ملف وإحالته إلى المحكمة العدل ولكن يبقى أن الأمور قد تحصل على حكم ولكن تنفيذ هذا الحكم يجب أن يكون بموجب الفصل السابع لشرعة الأمم المتحدة وهذا يتطلب أيضا قرار مجلس أمن يعني رفع الفيتو الروسي عن هذا الموضوع حتى لو تم تحت بند القرار الفصل السابع وعمليات عسكرية ولكن بالشق القانوني أيضا دكتور سامر حتى ما بعد دكتور سامر حتى ما بعد ما يحدث على الأرض ميدانيات الوضع السوري عند المحاسبة حتى لو بعد سنوات محاسبة النظام السوري على استخدام الكيماوي هل ستتم أصلا؟ وهل الأدلة والتوثيقات موجودة وكافة المنظمات التي دائما تكون معنا بهذا السياق؟ أعتقد هذا يتطلب مناخ دولي مختلف لأنه وموازين قوى مختلفة اليوم موازين القوى لا تسمح بشيء من هذا النوع ولكن إذا ما تمعنا بما حصل في يغوسلافيا ومحاكمة أكثر من 250 متورد بجرائم حرب هذا تم وبالرغم من معارضة موسكو في حينها التي كانت تدعم طرف في مواجهة أطراف أخرى ولكن هذا يتطلب تغيير في موازين القوى ونعم هذا نظريا ممكن ولكن اليوم هناك استحالة لدخوله حيث التنفيذ أنا أشكرك من بيروت دكتور سامي نادر أستاذ القانون والعلاقات الدولية